يا سبحان الله يا سبحان الله انا بتكلم على التوقيتات اللي محتوطة قدامي دلوقتي من شهر او من ثلاث اسابيع حصل ايه خرج علينا الاستاذ احمد مجهد رئيس الاتحاد او رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وقال ايه قال ايه اقولك انا قال ايه ولا نسمعك وقسم انا الاول مرة هعمل الموضوع ده بس الحقيقة عشان من جوية بتغس جدا جدا لكن خلينا نروح نسمع المهندس احمد مجهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ماذا قال للمسؤولين في مصر وللنادي الاهلي اللي حيحصل الفترة اللي جاي نسمع من غير بقى تفسير انا بقولك ان شاء الله المنتخد ينعب بكامل نجومه بطول اتكسر هوم الافريقية والنادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه ان شاء الله بإذن الله من غير تفسير ليه ده تفسيرها مهمة اوي لا من غير تفسير لان فيه امور لو تقلد دلوقتي مش هت هتباوز السحر بتاعه مش هتباوز لكن انا بقولك خدنا على الفاني ايوه ان شاء الله بإذن الله ان انه اسماء البطول اتكسر هوم الافريقية ان شاء الله المنتخد يلعب بكامل النجومه سيختاره بستر كيروش وفي نفس الوقت النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب مباراته في كاسة العالم الاندية ثم نتمنى له طبعا التوفيق ان نتمنى لحد المبارنة اهية ان شاء الله هيلعب بكامل مع زميلنا هاني حتحوت الاستاذ احمد مجاهد في صادر البلد الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصر لكرة القدم قال هذا الكلام ماذا فعل النادي الاهلي النادي الاهلي دايما لما بيجي يتكلم بيتكلم باخلاقه وبمبادئه على رجل ما كان هناك اعتراضات كثيرة جدا على الكابتن احمد مجاهد ولكن عندما خرج الكابتن احمد مجاهد وقال هذا الكلام النادي الاهلي عمل ايه وريني يا ساميري النادي الاهلي عمل ايه ده بيان من النادي الاهلي بيشكر فيه الاتحاد المصري لكرة القدم لحل ازمة تعارض منديال الاندية مع كأس الامم الافريقية ارسلت معلش انا اسف حقرها لحضراتكم ارسلت ادارة كرة النادي الاهلي اليوم خطابة للاتحاد كرة القدم تؤكد فيه على تقدرها للجهد الكبير الذي بذل المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتين الامم الافريقية مع بالكاميرون والامم الافريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 22 الى 6 فبراير 22 وكأس العالم الانداء بالامارات في الفترة من 3 الى 12 فبراير 22 وتأكيده ان المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الامم الافريقية بكامل لاعبي وكذلك فريق النادي الاهلي سوف يخوط فعليات كأس العالم بكامل لاعبي وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لإحدى القنوات التلفزيونية أمس حلو كلام جميل كلام رائع السيد احمد مجاهد طالع على نحلنا الموضوع وليس كل ما يعرف يقال كلام من هذا القبيل والنادي الاهلي طلع احنا حتى هنا قلنا لحضراتكم ايه ولا فارق معايا انا مش عايز اعرف اين اللي حصل انا اللي فارق معايا ان منتخب بلدي يصل الى المباراة النهائية ويلعب بلعبت النادي الاهلي وبكامل نجومه وفي نفس الوقت انا كأهلاوي اتمنى ان لعبت النادي الاهلي يكونوا موجودين في مباراة الاتتاح مع النادي الاهلي هو ده اللي انا اتمنى وهو ده اللي انا عايزه كأهلاوي كمصري الاول وكأهلاوي خلاص شكرنا وعملنا وعملنا كل حاجة ايه اللي حصل بعد كده ولا اي حاجة حتى هذه اللحظة هي هي نفس الموعيد هي هي نفس الامور كل حاجة هي هي